تحبو او موجب بيه او فيه علاقة تحب مما بينكو وتخنقتو سبتو بعض خاصة الفوراق مما بينكو ازاي ايه التابس المهمة جدا عشان تصلحه وتقدر تخليه يفتح حوار جديد معاك او يسمحك او يتكلم معاك تاني خاصة ان احنا كلنا لما بنزعل بنبقى بنقوي ونقسي قلبنا قوي يعني لما بنكون زعلانيه من حد بنحس انه هو لأ هو عمل فينا كذا بنعد سخم في نفسنا كتير 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 عشان بنبقى مشايلين منو وزعلانين منو مش طيقينو النهاردة هقولوكو شوية نصايخ ازاي تصالح او ازاي ترجع للشخص اللي انت بتحبو وسبتو بعض الزروف معينة تخنقتو زعلتو مبقى اول حاجة لازم تسيبو فترة يهدى يعني لازم تسيبو بعض يعني لما يكون زعلانيه ما تقعدش بقى تزنة 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 من البداية وتسيبو بقى اللي هو ايه وهو لسه زعلان او لسه حاصل مشكلة وانت عملت زنه وتديره مبررات وتقول له معلش انا اسف انا غلط انا ما كانش قصدي انا انا في اول ما الخلاف يحصل او اول ما المشكلة تحصل او اول ما الخناقة تحصل او اول ما الفراء يحصل لا انا كراشا ببقى شايفة ان مهمة جدا يا جماعة ان انتو تدولوا فرصة يفكر ويعود مع نفسه لان لما يعود مع نفسه هيبتكر زكياري وتحاسسو في الوقت ده تديرو سبيس يعني ترجعو الوراء حتى لو انتو الغلطانين اه حتى لو انتو الغلطانين يعني اعتزروا واختفوا وحتى اقول له احنا احنا هنسيبك براحتك هنسيبك تفكر هنسيبك يعني ادولوا بتاعته ان هو يفكر ان هو يشوف هل هو يشوف هل هو هيقدر يعيش من غير كله يا جماعة بشوف ان الفراء والزعل والعتاب والحاجات دي بتبين معادن الحب الحقيقي يعني لو حب حقيقي هيقف ضد اي حاجة في الدنيا هيقف ضد الخناقات هيقف ضد الخلافات والمواقف وهيكمل الحب الحقيقي مش هيكسر بسهولة مش هي مش اي موجة هتيجي توقع الحب الحقيقي هيكمل وهيتحدى وهيواجه الامواج اللي هتيجي الامواج اللي هتيجي عليك فعشان كده يا جماعة يبقى لازم تصيبوه يهتف وتصيبوه يحس ان هو بطل يعني يعني اعتذروا وقلوا احنا غلطانين وعملوا كل ده بعد كده اختفوا اختفوا يعني سيبوا بقى فترة كده ومتبعتوش حاجة ومتبعتوش ولا 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 تتصلوا ولا ولا تتكلموا معي على خليه فكر انتو اختفتوا ليه طب انتو بتعملوا ايه طب انتو مشغولين في ايه طب ايه 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 اللي شغل بالكو ايه اللي شغل وقتكو يعني لازم يحس ان في حاجة غلط حصلت ان ايه ده هو ليه اختفى وليه بطل يتصل هو ليه بطل يكلمني هو ليه بطل يعمل معي يعني بطل وتغير عن طبعتو لان لو ما حسش بكده هيحس ان حعيد ان انت متاح يعني هو لازم يحس ان انت غير متاح وان هو ممكن يفقدك في ساعتها لو هو بيحبك هيرجعلك بان هو مش هتخيل حياته من غيرك مش هتخيل حياته وانت مش موجود فيها وده مقياس مهمة جدا جدا للحب يعني لو الشخص بيحبك هيبقى هيبقى شايف كويس اوي ان انت بعدك عنه يعني يعني بعدك عنه كأنه موت لي كأنه هو كأنه هو بتعذب فبالتالي مش هيقبل ان انت تبعد عنه وده هتخليك في مكان كويس ايه اول حاجه يبقى هتبطل زن هتبطل نتصل هتبطل ميسج هتبطل بي بي ام و واتساب وميسنجر وانستجرام كله الثاني حاجه لازم تعطي نزل صور لنفسك يعني نزل صور لنفسك اللي هو ايه خليه خليك ده ما تيجي في باله يعني ومتعملوش طبعا بلاك ما تعملوش ريموف من الفرندشوب ولا ايه حاجه من الحاجات دي نزل صور شكلك فيها حلو خليه لما يشوفك يقول الله بتشكله حلو قوي يا ريتني كنت معان النهاردة ايه ده ده لابس حلو جدا ايه ده جسمه حلو جدا فخليه يشتقلك فهيشتقلك ازاي ان انت تهتم بقى بالصور بتاعتك على السوشال ميديا وخليه بقى يقول ايه ده تعايش حياته من غيري ايه ده هو بيخرج كده وعادي وكل حاجة عادي وانا مش موجود في حياته يبقى حاسس ان هو بدأ يفقدك وان انت بدأت ترجع لروتينك الطبيعي شخص تلو بيحبك بجد مش هيقبل ان انت ترجع لروتينك الحقيقي والطبيعي وتنساه وهو يبقى مش موجود في حياتك فعلا طول هيرا حاول يرجعلك وهو اللي هيرجعلك كمان على فكرة اما لو انت خلاص بقيتش فارق معاه وهو مش بيحبك بجد يبقى عادي انت مش فارق بالعكس يبقى مبسوط ان انت بدأت ترجع لروتينك الحقيقية عشان ما حسش بتعنيب الضمير وعشان ما حسش ان ان انت بتتعذب بصدقه فجماعة بليز تو تابس او تري تابس دولت مهمين جدا يبقى رقم واحد هنبطل زن رقم اتنين هنختفي رقم ثلاثة هنكون اكتف ان سوشل ميديا مبينين ان احنا مبسوطين مبينين ان احنا فرحانين مبينين ان اخنا نخليش تقلنا رقم اربعة ممكن بعد فترة بعد فترة اللي هو من اسبوعين لثلاث اسابيع تبعث له اغنية ما بينكم وما بين بعض تبعث له صورة ما بينكم يعني ما تتكلمش يعني انت مش هتبتدي تتكلم مش هتبتدي تتدعت مثلا ما حاشتيني الحاجات دي لا خالص تبعث حاجة كسامبل يعني كرمز رمز ان الشخص ده كان مهم بحياتك اغاني مثلا اغنية بتحب تسمعوه ما بعض تاني حاجة ما بينكم حاجة ما في حادش فهمها غير كونتو اللي اتنين صدقوني هتبقى مؤثرة جدا 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 اه بشكركم ده الجزء الاول هنعمل اجزاء تانية كتير قوي عشان الموضوع ده تانكيو بتمنى لكم السعادة بتمنى لكم الرضا والايجابية والحب اه ما تنسوش تعملوا لايك في الفيديو وتشتركوا في القناة تابعوني على الساشا ميديا على الانستجرام او على الفيسبوك تانكيو قلولي رأيكم في الكلام ده تحت في التعليقات سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب او على الانستجرام تانكيو باي